تعزيزات هجومية متعددة خيارات هجومية كثيرة أبو طاهو الشنين التحقى بمنتخب النشامة ودلالة على أن عموت لا زال يفكر في الخلطة الهجومية المناسبة لمنتخب النشامة مع الاستعانة ببعض أسماء النجوم الأولمبي وهي دلالة على أنه لا زالت الخيارات مفتوحة أمام الجميع يعني باب المنتخب راح يكون مفتوح باب المنتخب مفتوح بس مفتوح مش زي ما يحقوها على الغربي لا مفتوح ببعض المراكز ببعض اللاعبين ببعض الأسماء ممكن مفتوح لهم بس مش راح يكون مفتوح بشكل كامل عموتة بفكر قلت لك بالجانب الهجومي كنت أتمنى كمان أنه احنا نفكر كمان حتى بالمنتخب الأولمبي نشوف مين فيه مدافعين بالمنتخب الأولمبي ممكن يساعدوا بالجانب الدفاعي كونه احنا نبحث عن الجانب الدفاعي بالمنتخب وأنه فيه عندنا معاناة نشاهد هاي اللاعبين الموجودين أعطاء فرصة للاعية المنتخب الأولمبي احنا ما بدنا لاعبين من المنتخب الأولمبي يكونوا موجودين مع المنتخب الأول وما يشاركوا احنا إذا بدهم يكونوا مع المنتخب الأولمبي ويلعب مع المنتخب الأولمبي يستفيد من المنتخب الأولمبي فهو أفضل بس إذا يذهب إلى المنتخب الأول وما يشاركوا وما يحصلوا على فرصة لا خليه مع المنتخب الأولمبي مع فريقه وظلوا متجانس لأنه عندهم سحقاق مهم وما يقل أهمية كمان عن سحقاقات المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي هو رمانة الكرة الأردنية مستقبلا فبيهمنا ينكون المنتخب الأولم المباراة القادمة من العراق عموتها ما بين طرحين الطرح الأول هو البحث عن الفوز الأول له المنتخب النشامة وهذا يحتاج إلى الثبات في التشكيلة مع بعض التغييرات بسيطة جدا أم يذهب إلى خيار آخر وهو تجربة أكبر عدد ممكن بأن يجرب لاعبين لم يشاركوا في المراكم الماضي يعني يمكن هو الكابتن عموتة صعبها على نفسه بالمبارات إيران حكيت له أنه استخدم تلف تبديلات وهذه أعطت مؤشر أنه هو ببحث عن نتيجة الفوز وببحث عن فوز معنوي فبتخيل أنه بعد الخسارة من إيران الهدف الرئيسي للكابتن عموتة يكون تحقيق الفوز وتحقيق الانتصار الأول قبل أن نفكر بتجربة اللاعبين ومشاهدة اللاعبين بس آخر مباراة قبل الاستحقاق الرسمي يعني هاي المباراة ممكن هو يروح فيها بشرر أول بهدف وفكر وشرر ثاني يعمل هدف ثاني بس إذا الشرر الأول ما حقق يعني خلينا نحكي تقدم وتسجيل وتحقيق يعني مبادرة للفوز وحس أنه المنتخب رايح خلينا نحكي بخسارة المباراة أو بتعادل وممكن شاهد يعمل خمس سبديلاتي يشاهد لاعبين جداد بمراكز جديدة بس هي الخيارات خلينا نحكي معروفة لكل الشارع الأردني وحكيت برجع بأظن أني أكررها ومصورة أني أظن أني أكررها الكابتن عموتة بحاجة مدرب وطن يكون معاه بالجهاز الفني بعكس أي شخص ممكن شايف عكس ذلك الكرة الأردنية حتى مع الاحترام حتى اللكنة المغربية واللهجة المغربية شوية مرات صعبة وممكن تنحكها بشكل سريع ممكن معلومة يوصلها اللاعبة ما يسوعبهاش اللاعبين بشكل المطلوب يعني فبحاجة مدرب وطني يكون موجود حتى كمان يسهل على اللاعبين هذا الموضوع كيف تقرأ مواجهة الأردن والعراق بهذا غد؟ يعني متكافئة؟ أنا نتمنى أنه منتخبنا يحقق نتيجة الفوز المنتخب العراقي بتطور ومشاهدنا المنتخب العراقي بالاستعدادات اللي قبل البطولة هاي ببطولة بتايلند المباريات الوديا اللي يعملها هو الواضح أنه المنتخب العراقي قاعد ماشي على نظام وخطة يكون فيها المنتخب العراقي يوصل فيها كأس العالم وهاي دعمها مش بس من الانتحاد العراقي بل من الحكومة العراقية للمنتخب وهذا مساعد المنتخب العراقي المنتخب العراقي بمتلك عناصر مميزين لعبين جيدين ونتمنى منتخبنا يكون صاحب الحظ الأوفر بنتيجة المباراة تتوقع انتهت الخيارات أم سيكون هناك مفاجآت في استدعاء أسماء جدد اللي تشكرت للمنتخب العراقي يعني ممكن إذا ممكن استدعي اسم اسمين أو بأبعد الحدود ثلاث أسماء قادمة ممكن تكون للمنتخب ممكن تشاهد عودة خلينا نحكي لاعبين كانوا موجودين تم استبعادهم بسبب خلينا نحكي إذا يزل العرب وانتضحت العقوبة اللي عايز العرب ممكن تشاهد عايز العرب ممكن تشاهد عودة عبدالله الفخور يعني ممكن تشاهد هاي اللاعبين